تحتفل الدول بالإنجازات والتقنيات العلمية وتكرم القائمين عليها المملكة المغربية تخلق الحدث العالمي بالأعلان عن إنتاج أول سيارة محلية الصنع والكشف عن نموذج أولي لمركبة تعمل بالهيدروجين بمبادرة مغربية حدث يستأثر باهتمام كبريات وسائل الأعلام العالمية عنوين عريضة تناولت دلالات ومغازي تواجد المغرب ضمن الدينامية العالمية لتطوير أنماط جديدة تجمع بين النجاعة واحترام البيئة الصحفة الدولية بمختلف عنوينها توقفت عند أهمية هاتين المبادرتين الصناعيتين التي تنسجمان مع التعليمات الملكية السامية الرامية لتوجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج لا سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المغرب أبرز عنوين الصحفة العربية كمثيلاتها الدولية خصصت حيزا هما للحديث عن مشروعي صناعة السيارات الذين ترأس جلالة الملك محمد السادس حفل تقديمهما يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالرباط مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات كما أبرزت الصحفة الدولية في عنوين متعددة تكريس سياسة المملكة بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد رؤية مستنيرة لجلالة الملك تتجسد على أرض الواقع تمكن المغرب من إيجاد موطئ قدم راسخ لعلامة صنع في المغرب في نادي الكبار اعتمادا على المنظومة التي يتوفر عليها وسواعد وكفاءات شبابه الواعد